طماطن مشوية بالجبنة خطيرة ايه بقى؟ انا معاي طماطن هنقسمها نصي تمام؟ وهنتبلها هنتبلها بايه بقى؟ ملح، كمون، فلفل اسود شوية خل كده وشوية من عصير اللمون ونتبل الطماطن ونرصها في صنية ونرش عليها قبل ما تدخل بس الفورن ايه؟ رشة جبنة موزاريلا بس خلاص هي دي صلطة الطماطن المشوية بالجبنة جميلة قوي يعني تبدو سهلة كده وإيه ده؟ وبتعلك طعمها لذيذ وهتبقى حلوة قوي جب طبق جنيبي كده هتبقى خطيرة يعني ان شاء الله تعجبكم عايزين نحضر الايه؟ بقى التدبيلة الأول بتاعت الطماطن انا هتطلع بولة كده هنحط فيها الملح والفلفل كده ملح وفلفل وخل ولمون خل ولمون وهنحط كمان ايه؟ كمون كده اهو ونخلي بقى ايه الخلطة الحلوة دي كده نقلب مع بعضها خل ولمون وملح وفلفل وكمون تمام؟ دي اللي احنا هنتابل بها ايه؟ الطماطم طيب الطماطم شخصيا بقى اهو انا دايما بحب بشيل الجزء اللي فوق بتاع الطماطم ده نشيله كده بالراحة بالسكينة كده نشيل خالص اهو وناخد الطماطم الحلوة دي بقى كده ايه؟ نصين اهو اعملي بقى كمية طماطم ظريفة زي ما انت عايزة اهو دول الصمية هنعمل ايه؟ هناخد نص الطماطمية دي كده وايه؟ نغطس في التدبيلة ونطلحها نحطها هنا ده نفس الحكاية نغطس كده في التدبيلة ونطلحها هنعمل كده مع كل الطماطم اهو كله كده اهو ايه زي الشكل الظريف ومعنا دول كمان كده معاينة بقى الجبنة المتزارلة نحط كده شوية من فوق وندخلها الفرن تتشوي والجبنة دي كده تتسيح شوية بس كده بالشكل اللطيف ده الجبنة هتسيح والطماطم نفسها كده هتتشوي هتبقى فيها نكة الشوي كده هتبقى حلوة قوي زي الطبق اللي احنا مخلصينه هناك ده كل واحد يخد له نص طماطمية بقى مشوية كده وخلي بالكم يبقى فيها لسه يعني ايه مية كده من جوه علشان ما تلحوصوش نفسوكم وظيعة يا سلام دي بقى مع سندوتش جبنة تتنقنق كده لوحدها مع الغدى طعم الطماطم وهي متتبلة حلوة قوي مع كمان الشوي وجبنة بالهانا والسيفة جربوها كده وقلولي ايه رأيكم موسيقى 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 موسيقى